عبارة أنا أحتاج أو أنا بحاجة إلهية I need I need ردد معي I need تذكرون كيف أقول ذهب يذهب هي Go أن تذهب أو أن أذهب هي To go To go مرة أخرى أنا أحتاج أو أنا بحاجة إله I need I need كيف أقول أن تذهب To go To go الآن عزيزي المشاهد كيف أقول أنا بحاجة إلى أن أذهب I need to go I need to go هنا باللغة الإنجليزية هي Here رددها Here ماذا عن كلمة هناك هناك هي There There مرة أخرى كيف أقول هناك There 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 Here أحسنت هناك There الآن كيف أقول؟ أنا بحاجة إلى أن أذهب هناك I need to go there I need to go there أحسنت الآن أدعوك أن تكتب هذه الجملة في التعليقات تذكرون فعل بقي يبقى هو To stay To stay أن تبقى To stay كيف أقول؟ بقي يبقى Stay To stay أنا بحاجة إلى أن أبقى حاول أن تكتبها في التعليقات I need to stay I need to stay ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع I need to stay تذكرون كلمة هنا هي Here 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 هناك There 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 With you With you With you With you استمع جيدا I want to stay here with you I want to stay here with you I need to stay here with you I need to stay here with you أنا أكون بالإنجليزية هي I am I am أو بالصيغة المختصرة أقول أم أم أنا أكون I am رددها I am أم أم كلمة جائع هي Hungry Hungry ردد معي Hungry الآن كيف أقول أنا جائع استمع جيدا I'm hungry I'm hungry حرفيا أنا أكون جائع I'm hungry تذكرون كيف أقول أنا أكون I am I am hungry أنا جائع أو I'm hungry I'm hungry رددها عزيزي المشاهد وتدرب على طريقة نطق كلمة Hungry Hungry كلمة right now right now تعني في الحال أو تعني الآن في هذه اللحظة الآن في هذه اللحظة right now now لوحدها تعني الآن right now أؤكد على أنني أتحدث عن هذه اللحظة right now إذن سوف نستعمل هذه العبارة في بقية هذا الدرس للتعبير عن الآن أو في الحال right now الآن قل أنا جائع الآن I'm hungry right now I'm hungry right now جائع جدا أقول very hungry very hungry جائع جدا very hungry الآن قل باللغة الإنجليزية أنا جائع جدا الآن حاول أن تكتب لي عزيزي المشاهد هذه الإجابة في التعليقات I'm very hungry right now I'm very hungry right now هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت to eat to eat هي أكل يأكل to eat كيف أقول؟ أنا بحاجة إلى الأكل أو أنا بحاجة إلى أن أكل I need to eat I need to eat الآن كلمة شيء ما شيء ما هي something ردد معي something أنا بحاجة إلى أن أكل شيئا ما يستمع جيدا I need to eat something I need to eat something تذكرون كيف أقول أنا جائعون الآن؟ I'm hungry right now I'm hungry right now لأنّ باللغة الإنجليزية هي because because رددها عزيزي المشاهد عدة مرات because 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 الآن كيف أقول؟ أنا بحاجة أن أكل شيئا ما I need to eat something I need to eat something لأنّني جائع فكر عزيزي المشاهد ثم أكتب الإجابة في التعليقات Because I'm hungry Because I'm hungry أن تذهب إلى البيت نقول باختصار to go home to go أن تذهب البيت هي home home to go home تعني أن تذهب إلى البيت لحظو حرف إلى لا يوجد في الترجمة باللغة الإنجليزية فهو في هذه العبارة يفهم من الصياق to go home الذهاب إلى البيت الآن عزيزي المشاهد ركز معي وحاول أن تركب هذه الجملة أنا بحاجة أن أذهب إلى البيت حالا I need to go home right now I need to go home right now مرة أخرى قل أنا بحاجة إلى أن أذهب إلى البيت حالا I need to go home right now هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت أريد أن أذهب إلى البيت هي I want to go home تذكرون I want أنا أريد I want to go home أنا أريد أن أذهب إلى البيت ماذا عن أنا لا أريد أن أذهب إلى البيت I don't want to go home رددها عزيزي المشاهد I don't want to go home I don't want to go home متأخر باللغة الإنجليزية هي late late ردد معي late كيف أقول؟ أنا متأخر حرفياً أنا أكون متأخر I'm late I'm late أنا متأخر الآن لنحاول أن نترجم هذه العبارة أنا متأخر أنا بحاجة إلى الذهاب إلى البيت الآن لنبدأ ب أنا متأخر I'm late I'm late علي الذهاب للمنزل الآن أو أنا بحاجة إلى الذهاب إلى المنزل الآن I need to go home right now I need to go home right now هل كانت إجابتك صحيحة؟ أحسنت الآن قلها عزيزي المشاهد مرة واحدة لقد تأخرت أنا بحاجة إلى الذهاب إلى المنزل الآن I'm late I need to go home right now I'm late I need to go home right now قلنا I am هي أنا أكون الآن نفيها هو I'm not I'm not ردد معي I'm not أو I'm not أنا لست تذكرون كيف أقول أنا جائع I'm hungry I'm hungry الآن أنا لست جائعا I'm not hungry I'm not hungry الفعل هنا في هذه الجملة هو فعل الكينونة I am am هو الفعل فعل الكينونة ينفى ب not not أنا لست جائعا I am not hungry not بخلاف الأفعال الأخرى مثلا عندما أقول أنا لا أريد أقول I don't want I don't want don't أستعملها لنفي أغلبية الأفعال الآن فقط تذكر أن عندما يكون لديك فعل الكينونة يجب أن تستعمل not لكي تنفيه اتفقنا لنواصل very hungry هي جائعا جدا very hungry الآن قل أنا لست جائعا جدا I'm not very hungry I'm not very hungry لننظر إلى هذه العبارة I want to go with you أنا أريد الذهاب معك رددها أحسنت الآن كيف أقول أنا لا أريد أن أذهب معك أحسنت I don't want to go with you I don't want to go with you عبارة متأخر جدا نقول very late very late ردد معي very late أنا متأخر جدا I'm very late رددها I'm very late I'm very late الآن كيف أقول أنا لا أريد الذهاب معك I don't want to go with you I don't want to go with you لأنني متأخر جدا because I'm very late because I'm very late كلمة بزي بزي هي أنا مشغول أنا مشغول I'm busy I'm busy الآن كيف أقول أنا لست مشغولا جيد I'm not busy I'm not busy أدعوك عزيزي المشاهد إلى إعادة مشاهدة هذا الفيديو مرات ومرات لكي تثبت كل الأشياء العبارات الكلمات التي نتعلمها اتفقنا؟ Yes cold cold تعني بردان cold cold بردان كيف أقول أنا أشعر بالبرد أو أنا بردان I'm cold I'm cold الآن قل أنا لست بردانا I'm not cold I'm not cold كلمة في الداخل في الداخل هي inside inside ردد معي inside inside تعني داخل الغرفة داخل المكتب داخل البيت أي داخل مبنى أو شيء ما inside في الداخل تذكرون كيف أقول؟ أريد أن أبقى I want to stay I want to stay الآن أريد أن أبقى في الداخل قلنا في الداخل هي inside I want to stay inside I want to stay inside I want to stay inside تذكرون كيف أقول بردان؟ cold cold كيف أقول؟ أنا بردان I'm cold I'm cold ماذا عن؟ أنا لست بردانا I'm not cold I'm not cold الآن قل أنا أشعر ببرد شديد الآن أو أنا بردان جدا الآن I'm very cold I'm very cold right now I'm very cold right now أريد أن أبقى في الداخل I want to stay inside I want to stay inside الآن قلها عزيزي المشاهد مرة واحدة أريد أن أبقى في الداخل لأنني بردان جدا أو لأنني أشعر بالبرد الشديد I want to stay inside because I'm very cold حاول أن ترددها عزيزي المشاهد وتتدرب على نطقها I want to stay inside because I'm very cold حاول أن تكتب عزيزي المشاهد هذه الإجابة في التعليقات لكي تثبتها في دهنك الآن وصلنا إلى مرحلة التثبيت الآن سأقول العبارات من دون ترجمة ردد معي عزيزي المشاهد بصوت مرتفع اتفقنا؟ لنبدأ I need to go there I need to go there I need to stay here I need to stay here I'm very hungry right now I'm very hungry right now I need to eat something I need to eat something I need to go home I need to go home I'm very late I'm very late I want to stay inside I want to stay inside because I'm very cold because I'm very cold والآن وصلنا إلى سؤال التميز كيف أقول باللغة الإنسليزية؟ أريد البقاء في الداخل لأنني بردان جدا لا تترددوا في الإجابة على سؤال التميز وترك إجابتكم في التعليقات كنت سعيدة جدا بلقياكم أعزائي كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد